أول ما توصل للاربعين إيه اللي انت هتعمله إيه الحاجة البسيطة اللي مش هتكلفك فلوس وهتقدر تعملها أنت كستة قاعدة في البيت اللي عضلاتك تشنجت ومبقتيش انت عارفة تقفي ولا تعودي إيه اللي انت ممكن تقديمي نفسك في البيت بدون أدوية مسكنة ده اللي انت عاوز لازم تقوله دلوقتي ولازم تفاهمه دلوقتي عاوزين نوريهم الفيديو بتاع إزاي نقوي عضلاتنا بكل سهولة بكل سهولة أظن أي حد في البيت قاعد على الكرسي دي قاعد عادية جدا أنا عاوز أخلي العضلات بتاعة الظهر أحصلها ستريتشنج يعني أنا عاوز أخلي عضلات الظهر يحصلها ستطالة عشان أعمل استعدال للعمود مشكلة كلها في العمود ده الوضع اللي بيخلي العمود كله مستقيم خلاص وبالتالي أنا كأني عندي جهاز في البيت بيعالج إيه كأني عندي كأني روبوت في البيت أدي أدي دي خطو أنا دايما أقول حياتك قطوات وعلاجك قطوات أدي بكل سهولة أظنني مفيش أسهل من ومفيش عنف في الحركة مفيش عنف مفيش نوم ها الدنيا سهلة جدا أنت كأنك وضع السجود بس أنت مش عارف تسجد عشان مفاصلك أنت عندك مشكلة كبيرة في كبار السن من نتيجة طالب أنه يعمل أي تنمينات هو مفاصل ركبته أصلا متاكلة وبالتالي فأنت بتديله حل سهل مفاصلك متاكلة مش متاكلة أنت تعمل التمرينات أنت ما عندكش حجة يبقى دي نقطة مهمة طيب هل أنا حملت كده على مفصل ركبة؟ لا أنا كل العضلات الشغل كله عمود الفقر كل أنا عمود الفقر بتاعي بالزبط يعني دي سبعين سنة أو ده إحنا دخلين في الثمانين سنة إحنا بس بإحنا برضو بنيكلم على السن إحنا بنكلم على السن أهو تمانين سنة وسبعين سنة وإنت تيجي تقول خمسين سنة يا لا حسن الختام خمسين سنة يا لا حسن الختام ده أنا بقولك دي 80 سنة وانت تقول لحزن الختام يعني دي لو جريت حتصبها أنا وانت يا حمد يعني ما فانت تيجي تقول التمارين البسيطة دي جدا عشان العضلات تاخد الطول الطبيعي بتاعها وتقوي مفاصل الحوض كويس جدا جدا وممكن تعمل بعد كل صلة خمس مرات خمس عدات من ده انت كده حفزت على عمودك حفزت على المادة الجيلاتينية انت حفزت على عضلاتك حفزت على الدورة الدموية حفزت على الأوعية حفزت على مخك حفزت على تركيزك حفزت على الوظيف حفزت على القلب انت عملت كل حاجة يبقى انت معنى كده انت مش بتقدم له تامرينات انت بتقدم له حياة انا بسمي اللي احنا بنعمله ده حياة فسهل جدا زمان يا حمد كنا زمان في التلفزيون المصري كان فاقرة صباح الخير يا مصر الناس كلها ستاتنا كلها افتقدتها صح صح هي دي صباح الخير يا مصر بتاعزاري لده انا حاوز اقوله فلا تمرين لطيفة وزي وحراك قلت بتحوز على العمود الفقري من يحصل فيه مشاكل لا ده بتعمل استعدال للعمود الفقري لو كأنك امتدتنا رشدة ابدية انا عاوز اقولك ومش مكلفة او في البيت انا عاوز اقولك الحاجات دي انت كأنك خد انت تمرينت لعملتها عوميا كأنك خدت خمس بلشامات مسكنة اللي هي هتضم الله كليتك وكبدك أنت ده كأنك خدت خمس بلشامات مسكنة أو زي تاني أنت مش محتاج أن أنت تاخد مسكن أظن الدنيا سهلة الدنيا لطيفة نقدر نعمل الكلام ده في بيوتنا أرجو أن احنا بنصقف الناس عشان نساعدهم